نعيدها دولة شعار لاعتلاف نور المالك في حملته الانتخابية ذلك الاتلاف الذي حكم البلاد لدورتين انتخابيتين وما بينهما كانت تدمير الفعل للعراق على مستوى الاقتصاد والأمن والمجتمع إعادة العراق دولة شعار يحمل اعترافا ضمنيا بأن أحزاب السلطة وخصوصا في عهد المالك أضاعت العراق ودمرت مقاوماته الأساسية وأفقدته أركان الدولة يتفائل مرشح اتلاف المالك بالقادم وبلغة الواثق من تتويجه بطلا بمسرعية الانتخابات يبشرون العراقيين بعودة عهد نور المالك من جديد ذلك العهد المليء بالفوضى والخراب العهد الذهبي بالنسبة للفاسدين وسراق المال العام دولة القانون كتلة كبيرة وإن شاء الله نرجع نرشح السيد المالكي لرئاسة الوزراء وإن شاء الله يرجع الخير على قولة أهلنا وناسنا البسطاء لألتق بيهم نقولون قصة قصة خير كانت وأي عهد سيكون إذا كانت من تبشر به حنان الفتلاوي تلك التي أرادت أن تدخل المحاصصة الطائفية حتى في ميزان القتل والضحايا لكنه النفاق السياسي والتهافت على السلطة وفقا لوصف مراقبين فمن وصفت المالكي بأنه وجه خير على العراقيين تمنت أن تموت ولم تكن قد دخلت في اتلافه في وقت سابق سجل المالك الأسود لا يعني بياض سجل لمن جاء بعده في ميزان الواقع العراقي فهو من عبد الطريق للفساد والطائفية وسار على هذا الطريق رؤساء الحكومات بعده ونهاية الأمر كل هذا الصراع السياسي بينهم تحت مظلة واحدة تمسك إيران بأحد أطرافها وتمسك أمريكا بالطرف الآخر